مرحبا يعطيكم العافية والسلام للجميع اليوم بدي أحكي عن شغلة مهمة جداً عم بتصير في كندا وخاصة في مقاطعة كبيك اللي هو بيل 21 اللي هو قانون يمنع جميع الموظفين الحكوميين من ارتداء أي رموز دينية سواء كان الحجاب، الكابة تبعت اليهود، القبعة تبعت السيخ أو أي شيء مثلاً رمز صليب أو أي شيء يمس للديانات طبعاً هذا القانون الكل عبر عنه وحتى رئيس الوزراء الكندي أنه مخالف للأنظمة والقوانين الكندية في أنه في القانون الكندي قانون مهم اسمه لغات والعادات والتقاليد للإنسان بحيث أنها ما تدور في المجتمع وما تدور في الآخرين وهذا للأسف القانون يمنع أي موظف حكومي أنه يلبس هذه الأشياء طبعاً ما يدروا يمنعوا مرة واحدة حكوا أنه الموظفين اللي موجودين في الوزارات أو في المرائف الحكومية يسمح لهم البقاء لكن لا يسمح لهم الترقي في المنصب يعني إذا مدرسة تلبس حجاب لا يمكن أن تصبح مديرة مدرسة بأي حال من الأحوال لازم تشلح الحجاب وطبعاً المسلمين بشعروا أنه هم الهدف الأول في هذا الموضوع مع أنه في غيرهم مثلاً السيخ كمان بشعروا بنفس الشيء بغض النظر مين هو الهدف لكن للأسف القانون تبره جائر ما حنوعد الآن نفصل في القانون في شغلتين صارت مبارح مقاطعة أنتاريو المقاطعة نفسها خلال جلسة البرلمان نصوا على دعم للوقوف ضد هذا القانون مقاطعة منيتوبا اليوم أيضاً وقفت ضد هذا القانون وسحبت كل الاستثمارات أو الدعايات اللي موجودة في كيبيك هذا يبين لنا أنه هذا القانون في مشكلة كبيرة ما بعرف شو الهدف من هذا القانون وليش الحكومة الجديدة في كيبيك عم بتحاول أنه تدعم هذا القانون بكل الطرق في دعاهية طلعت في أنتاريو We do not care about what's on your head We care what's in your head ما بهمنا شو موجود فوق راسك اللي بهمنا شو موجود جوه راسك هذا طبعاً عشان يجذب العمال والمثقفين والمهرة يجوا لمقاطعة أنتاريو طبعاً راح يصير أنا متأكد راح يصير هجرة عكسية من مقاطعة كيبيك للمقاطعات الأخرى بسبب هذا القانون في ناس كتير خاصة المتدينين راح يرفضوا أنهم يخلعوا هاي الرموز الدينية لأجل دنيوي بغض النظر هذا أوكي أو لا لكن الكل لازم يحترم الآخر الكل لازم يحترم من أنا كرئيس مقاطعة أفرض على امرأة أو رجل أنه يشلح أي شيء لبسه هو عن قناعة الآن هم عندهم نقطة بعملوها دبيت أنه خاصة النساء العربيات أو المسلمات بلبسوا الحجاب مجبرين من قبل والدهم أو أخوهم أو الرجل اللي موجود في البيت طيب أنت كرجل يا رئيس مقاطعة كيبيك كيف تجبر المرأة اللي أجبرها أخوها زي ما بتحكي أنها تخلع هذا الحجاب طبعاً هنا النقطة اللي بناقشها الجميع أنه لا يحق لأحد أنه يجبر أحد بأي شيء سواء باللبس أو بالخلع لازم يكون عن قناعة والقانون الكندي يحمي ذلك ولكن للأسف المقاطعة أقرت هذا القانون قبل حوالي سنة والموضوع عم بكبر ومش قابلين يتراجعوا عنه نهائياً حبيت أبلغكم شو هو البل 21 أو القانون 21 في مقاطعة كيبيك عشان تكون عندكم معرفة وأكيد في ناس كتير يعملوا بحث عن هذا الموضوع فإن شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الفيديو سلام للجميع السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر